ماني لو هكلمك قبل ما اتكلم على مبارات امس ناجيريا وانجولا والكونغو وغينيا ولكن التمن منتخبات التواجدوا في دور التمانية وهم اليوم طرق مختلفة تماما كل منتخب ليه شكل وليه طريقة لعب مختلفة فرأيك في التمن فرق الاول بعكين اتكلم على المباراتين بالامس بص يمكن اول مرة او اول نسخة انا شوف اي بطولة مجمعة ان دور التمانية في البطولة دي يكون تمن فرق مختلفة عن التمن فرق اللي كانوا بطولة اللي فاتت يعني انت لو جيت بطولة اللي فاتت الفرق اللي كانت موجودة في دور التمانية السنغال زي ما احنا شافين كده العشمال دي واحد وعشرين السنغال وغينيا الاستوائية ومصر والمغرب بوركينا وتونس وجنبيا والكاميرون التمن فرق دول كلهم خرجوا ولا الهو بقى فيه تمانية جداد ناجيريا وانجولا والكونغو ديمقراطية وغينيا ومالي وجنوب وساحل عجر كودفور كافيردي وجنوب افريق صح منهم على الاقل على الاقل تلت فرق انت مكنت شو متوقع يوصلوا او اربع فرق ما يوصلوا الدور ده يعني اربعة من التمانية كانوا مفاجأة يعني انجولا تعتبر مفاجأة غينيا وكونغو ديمقراطية وكافيردي الاربع فرق يعني مالي اقولك تمشي الاربع فرق دول مفاجأة ان هم يبقى موجودين فده يوريك انت قدام نسخة السنائية ده عن مستوى الاسماء في حاجة بقى عاملها موقع ده انا لستهبت اناليسيس جميلة جدا بيقسلك حاجة اسمها الاربع فوتبول يعني ايه الكرة السريعة الكرة المباشرة يعني مثلا السيتي او منشستر سيتي جوارديورة طريقته ايه هات الكرة وبصي وحرك وعمل وبعا كده سجل جوان صح قالك لا البطولة دي لقوا حاجة فيها ممتازة جدا لقوا ايه لقوا ان اغلب الفرق اللي موجودة ده الرسم بياني بيقارن ما بين الجزء اللي على الشمال السرعة في الاربع سبيد السرعة في الرتم بتاعك والجزء اللي تحت عرض التمريرات فكلما انت تكون في المربع فوق بتكون تلعب كرة مباشرة يعني هجمات مرتدة من الاخ يعني منتخب موريتانيا مثلا اكتر منتخب بيلعب هجمات مرتدة ورا نميبيا ورا مين بقى نيجيريا مثلا تمام نيجيريا وانجولا تمام وغينيا التلات فرق من التمانية بيلعب هجمات مرتدة وفي فرق بتلعب في الوسط زي كونغو ديمقراطية وجنوب افريقيا مالي بتلعب استحواز متلعبش هجمات مرتدة وكاب فيردي بتلعب برضو واداء متواصل يعني انت بيقول لك ان فيه ثلاث فرق من الموجودين بيلعب ويلعبها هجمات مرتدة وكرة مباشرة فمثلا لما تيجي تبص بقى انت على الاسامي الموجودة دي فالداء بيقول لك ايه يسبك لك ايه ان الاستحواز يعني مالي من اكتر فرق استحواز في البطولة عشان كالت ايه موجودة في الجزء في الجزء العالمين تحت لكن مش من اكتر فرق اللي بتهاجم وبتوصل له قدام على عكس مثلا فريق زي موريتانيا او نيجيريا او انجولا او غينيا من الفرق اللي هي باللون البنفسجي لهم التمن فرق يعني اللون الأحمر فرق كلها اللي في البطولة منتخب مصر مثلا تلينا حيتلمين بيلعب على استحواز أكثر بالمناسبة وبالتالي عشان برضو الفكرة وصلة ان فيه فرق كتير بتلعب دلوقتي هجمات مرتدة وبتوصل بالهجمات المرتدة وبتوصل فمبقاش فكرة ان انت وده ايه لينكي اللي كنت بولوك في الاول انا عايز كرة حلوة انا عايز امسك كرة انا عايز انا لاتحكم في رتم اللعب انا عايز انا عايز انت قلت جملة حلوة في المقدمة وده ممكن تخلينا حتى نخش في مطش ناجيريا على طول قلت ناجيريا بأداء استهلاكي جد اداء تجاري انا هدنزل الملعب امعلم انا عايز ايه انا عايز اجيب جمع قدام انجولا سيطروا على اللعب انجولا اممكن ضعت كرة في العرضة هيك الكرة اخطر كرة اليوم سجله ناجيريا سجلت هدف اتلاغ فار لفكتور و سامين احنا ممكن هنتكلم برضو عليه فانت في الاخر انت لعبت بنفس التشكيل بتاعك بسيرو بسيرو في كلام انه هو بعض البطولة مش هيكمل مع ناجيريا الرجل معروش ضغوط ومع ذلك بيقدم انه حاول يقدم حاجة هل هيتغير قدام انه هو ممكن يكملوا معاولا ادي قصة تانية لكن بيلعب باداء هادي ما بتلاقيش متخب ناجيريا بيلعب كرة ممتعة ولكن بيحقق المطلوب انبارة حاجمة مرتدة في اخر الشرط الاولاني تلعبت من ناحية الشمال سيمون عدى من ناحية الشمال فكتور و سايمين دخل لجوه سحب مع اتنين فضل مساحة اللوكمن اللي جاي من وراء حطها في سقف الجون تمام؟ بعدها بدأوا يمسكوا لعب و يسجلوا جون اتلغى زي ما اتلغى باداء الفار لكن في الاخر قدموا اداء بس يعني لعبهم مش ممتع يعني ناجيريا انا كنت في فترة من الفترات او سنة من السنين لما كنت بتتفرج عن ناجيريا ناجيريا بتلعب كرة ممتعة بتتفرج انت مبسوط دلوقتي انا بالنسبة لي هو زي ما انت قلت لعب تجاري جدا نازل ااخد تلات نقطة و نازل بلعب في دور مجموعات بجمع نقط و عايز اطلع امشي واحدة واحدة لحد ما تتسرسب كده للنهاء صح ناجيريا كان لها عندها جيل ممتع زمان بس تعال اقول لك حاجة انا مش هروح بعيد منتخب مصر منتخب مصر جيل 6-18 كان ممتع ولا مش ممتع ممتع اقتر جيل ممتع شوفنا في حياتنا لمنتخب مصر وبرازيل وإيطاليا طيب وصل كاس عالم ما وصلش لكاس عالم وصلت لكاس عالم باداء ايه نفس الاداء اللي انت بتتكلم عليه فانا منتخب ناجيرا بعيد بقاله فترة و عايز اعمل حاجة انا ما هميش هلعب كرة حلوة انا همي ان انا عايز اكسب البصولة و عايز اوصل اه طبعا كلما كرة حلوة بتكون افضل كانت تجد خاهرني ما بين كرة حلوة وبنتطلع من الدور الاول صح فيه منتخبات تانية بتلعب كرة حلوة ووصلة ده اكيد بس استيل ان انا بلعب عسامي كبيرة او بلعب اداء معين بيصيروا مش مداربين اصلا دايما كرتهم بكون حلوة و كرتهم مباشرة عشان كلا هو التقرير اللي كنت عرضتلك على ايه جزء اواني بيقولك ديريكت فوتبول وينز او الكرة المباشرة تكسب صح لان الناس دايما يقولك ايه عايزين بقى التكيتاكة والشغل لا في افريقيا كرة مباشرة اللي بتكسب الجزء الباصي والعب البطولة اللي فرت ناجيريا لعبت قدام تونس ماتش عظيم صح منتخب انجولا اكتهت اكتهت كتير جدا عشان يوصقها تصدر مجموعة منتخب انجولا تصنيف رابع زي ما كنا اكلمنا كتير قبل كده وصل للبطولة او وصل قدام ناجيريا في ربع النهائي او في الاخر منتخب ناجيريا وخلاص التاريخ بقى يبدأ يكسب الاسماء اللي بتكسب يتبقى بس نتكلم قصن بيصنف هو نجمل الناجيري يعني او نجمل بطولة في ناجيريا لا قصن من عليه هجوم كان طلع في التقرير فبيقولك ان يعني الناس في السوشيال ميديا في ناجيريا او صحيحين اللي موجودين بيهاجموا اسمن انه هو مش دي ارقام فيتر اسمن قبل ما اضش مبارح يعني حتى مبارحة ووهو مسجلش يعني صحيح فهو مسجل جول مفروض الـ XG بتاعه الـ X-PATS بتاعته اتنين وثمانية من عشرة عمل خمستاشر محاولة خمستاشر محاولة مسجل منها واحدة بس يعني واحد على خمستاشر تمام الشوطة الواحدة بتاعته نسبة انه يسجل الـ 20% يعني حتى الدقة التسديد بتاعته في الشوط بتاعته ما بتبقاش عالية وده شكل المحاولات بتاعته كلما الدائرة تكون اصغر كلما يكون الدقة اعلى تكون الدقة يعني انها تدخل اقل كلما الدائرة بتكبر وفور يسجل هو ماشي معهم في لعبهم التجاري على فكرة اي بس هو لوكمن مثلا لوكمن مقدم بطولة اصغف المدافع ماشي كويس جدا معهم اه اين اللي بيلعب ناحيك اليمين ماشي جدا معهم كل دول قدمين اداء كويس جدا لكن اصغف من زي بص انا في مصر امريكذا انتظارت كتعلمين على الصلاة انت جاي انا مستني منك وريني اصغف من مش بيقدم اللي بيقدمه في ناكولي مش بيقدم كرة كويسة مش بيقدم اداء كويس بيحاول وزي مرتد الكبير اكتر واحد هو اقصت في البطولة بس مش بيسجل بس لغاية امتى مش هتسجل انت مسجلي هدف واحد وهنا خلاص وصين سيمي فاينال طب امتى تسجل ممكن تختم البطولة بنفس الهدف